استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والذي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الشهر الجاري وذكرت الخارجية في بيانا أن شكري حرص على استعراض أبرز التطورات في العلاقة المصرية الأمريكية حيث تناول اللقاء الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائما لإطلاق النار كما شدد شكري على ضرورة تكتيف كافة الجهود من أجل توصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف ذو الأولوية القصوى كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر فيما يتعلق بتحذير من مخاطر أي عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية ورفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه